بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشعر في خلق الله جمعين إن شاء الله نهدى في هذا الفيديو هنوريكم فوائد شجرة الهجليج زي ما شايفين دي شجرة الهجليج على الطبيعة زي ما شايفينها طبعا قبل ما نبدأ في هذا الفيديو أتمنى أن تضغط زر اللايك والجرس لأصلك كل قديد وغريب في هذه القناة طبعا من فوائد سمار البلح الهجليج زي ما شايفين ده السمار بتأخذ زي ما شايفينه هو ده شكله وده شكله من قوة ده الشكل بتاعه من قوة زي ما شايفين ده شكله من قوة زي ما شايفين تمام زي ما شايفين طبعا ويلا بينا نقول لكم فوائد سمار الهجليج زي ما شايفين السمار الهجليج ده يعتبر من اهم الافئدة لمرض السكر طبعا زي ما عارفين انتو مرض السكر فهو انت بتاكل من واحدة الى عشر في اليوم او في كل في اليوم بتاكل عشرين بلح زي ما شايفين عشان نعلاج مرض السكر زي ما شايفين طبعا برضو بيعالج المعدة يعني الناس اللي معدتها ضعيفة بيطيها وهو مصحة زي ما شايفين هو ده البلح الهجليج ده اسمه بلح الهجليج وليه عدة اسامة برضو زي ما شايفين طبعا برضو ليفيد الجهاز الهضمي طبعا برضو بيفيد الجهاز الهضمي يعني من اهم الافئدة ليه برضو ان هو بيفيد الجهاز الهضمي وبيفيد حاجات كثيرة جدا برضو واللي هو بلح الهجليج ده بيفيد حاجات كثيرة جدا زي ما شايفين ده بيفيد حاجات كثيرة جدا طبعا متنساش اشترك في القناة قد ضغط على زر لاك والقرس يصلك كل جديد وغريب في هذي القناة طبعا برضا لو عايز تعرف ان المعلومات اكتر هتلقى الفيديو فيها القناة الفيديو الثاني او فيها الوصف وهنا نتكون في نهاية الفيديو اتمنى تضغط زر لاك والقرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته